أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في أيام معهودات فمن تعجل في يومين فلا إسمع عليه ومن تأخر ومن تأخر فلا إسمع عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام وإذا تولى سعاث الأرض ليفسن فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا طيل له التطي الله أخذته العزة بلث فحسبه جهنم ونبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّمُّينَ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَاتِيَهُ اللَّهُ فِي اغْظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ لَمْهُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ نُورٌ سَلْبَلِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَالِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الْجُنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كان الناس أمة واحدة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِئِينَ وَأَنْزَلْ وَأَنْزَلَ مَعَوُّ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ بَرْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهُ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبَلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْمُمَتَا نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيمٌ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فَلِلْوَالِدَيْنِ وَلَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبَلِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْلٌ لَكُمْ وَعَسَا أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَلِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكثر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفترة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استضاعوا وَمَنْ يَرْتَلِلَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُمَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَمِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَنَاخِلَهُ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِي آخَانِدُونَ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجادوا في سبيل الله أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَثُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِي مَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُهُ لَقُلِ الْعَفْوِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةِ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِقُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُسْلِلَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْلٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوَ عَجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيْلٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوَ عَجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَرْفِنَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضُ قُلْ هُوَ أَلَمْ فَاعْتَزِنُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضُ وَلَا تَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَهُرُ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمُوا أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُمُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرَّةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَفَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غاثور حليم للذين يولون من نسانهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم لا خذ وَقْعُوا لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ يَنَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق أطلاق مرتان فإمساكم بمعروف لو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاثا إلا أن يخاثا ألا يطيما حدود الله فإن خفتم ألا يطيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعددوها ومن يتعد حدود الله فأولا لكم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنقح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليما أن يتراجعا أن يتراجعا إن ظنّا أن يطيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتهم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكون بمعروف فأمسكون بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن قرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقرض من السهل ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة والحكمة يعظكم به وإذا طلقتهم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المغلود له رزقهن وتسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تقار والدة بولدها ولا مغلوب له بولده وعلى الوالث بثل ذلك فإن راد أخصاضا عن تراض منهما وتشعور فلا جناه عليهما وإن ردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناه عليكم لا جناه عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا جلغن فلا جناه عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناه عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا قدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرون واعلموا أن الله غفور حليم لا جناه عليكم إن طلقتهم النساء ما لم تمسوهن أو تفلقونهن فليظة ومتعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتهم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فليظة فنص ما فرضتم إلا أن يعثون أو يعثو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعثوا أقره للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون مصير حافظوا على الصلاوات والصلاة المسطع وقوموا لله قانتين فإن خذتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديالهم وهو غلوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فلم ترين الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزادا بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبي أمه إن آية ملكه أن ياتيكم تعموت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم وإن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت من الجنور قال إن الله ابتليكم بنا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعموا فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنود قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصامرين ولما مرسوا لجانوت وجنود قالوا قالوا ربنا أثر علينا صبرا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكاثرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم بما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت نرط ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك النسل فضل على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه من روح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم